ألف عائلة تعيش على الحدود التونسية الجزائرية في منطقة أم القصاب من معتمدية أم العرايس بولاية قفصة انتفعت بمساعدات إنسانية رصدتها مؤسسة خليفة بنزايد النهيان للأعمال الإنسانية الإماراتية مساعدات إنسانية كشفت حجم النقائص في مناطق ظلت محرومة لعقود وسكان لم ترضهم المساعدات العينية بل تعلقت أمالهم بحلول جذرية تنتشر الألف منهم من براثين الفقر والمعاناة منطقتهم لقصاب ناقصوا كل حاجة ناقص الطريق خي ناقص المستوصف خي المستوصف يجي يلسأ الواحد يجي يشتر الليل يقول له لا مثلا مش ما يحلولوش يجي للدواء مثلا مش دواء ظروف عامة بظروف مزرية بيطالة حتى تنطح مرافق منطقة فلاحية ما عنيش حاجة منطقة فلاحية ما عنيش حاجة تنفع الفلاح ما نافع الفلاح ما ثمش المنطقة يذكر أن مجموعة من أهل هذه المنطقة هددوا بالرحيل إلى الجزائر خلال الأشهر الفارطة مطالبين بتحسين وضعهم وفتح منطقة عبور بين الجانبين التونسي والجزائري وما قد يحققه من تنمية للجهة وفق تعبير الأهالي الرجاء من الدولة ومن كل من يهموا الأمر يعاوننا على نقطة العبور هذه لأنها حاجة صغيرة خلاص بين الجزائر مثلا مش حاجة كبيرة ويليد قفصة هنا مع الناشة نقطة عبور وللجهة الذي أشرف على توزيع المساعدات أكد تفاهمه لكل مطالب الأهالي ومقترحتهم تنقصهم عديد المرافق من تعبيد طرقات من مدرسة إعدادية كذلك مركز بريد ومركز عبور هذو ما أحنا توبشنا في الأسبوع المقبل باش نشوفوا الإدارات الجهوية نجتمعوا بيهم ونشوفوا ندرسوا أن نقاط متاحهم يخشى الأهالي هنا تراوح الوعود بتحسين معيشتهم في مناطق حدودية يقتات أغلب سكانها من التهريب ليجدوا اليوم صعوبة في توفير ما يسد رمقهم خاصة بعد اتفاق الجانبين التونسي والجزائري على مكافحة ظاهرة التهريب التي تضرر منها اقتصاد البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر